أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول هناك بعض الأدوات التي تشترى يأتي معها ضمان لمدة سنة يقول إذا أحب شخص أن يزيد في الضمان يشتري لمدة سنتين يدفع مبلغ مالي يقول ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك أي أداة أو أي سلعة أو أي عين يشتريها الإنسان ومعها ضمان لمدة سنة ما في بأس هذا جائز ولله الحمد والمن أما أنه يذهب هو فيشتري الضمان فإن هذا لا يجوز نص العلماء على أن هذا لا يجوز لا يجوز أن يشتري الضمان أو أن يزيد في مدته أما أن يأتي معه الضمان أو هو أثناء الشراء جعل الضمان سنتين داخل في القيمة في قيمة السلعة لا يوجد بأس أما أن يأتي بعدما ينتهي السنة ثم يطلب يشتري بشكل جديد دخل في التأمين التجاري دخل في التأمين التجاري ولذلك ينهى عنه العلماء ترجمة نانسي قنقر